تمن مجلس أماناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم وإضاحة ومرافعة شفاهية أمام المحكمة يوم 21 من فبراير 2024 القادم أشهد المجلس بموقف الدولة المصرية والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وترض الفلسطينيين وترحيلهم وتهجيرهم بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحضر الاستلاء على الأراضي من خلال استعمال القوى المسلحة بالإضافة إلى رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان